يوم الحد اللي فات كلنا فتحنا عينينا لقينا او اكتشفنا او ظهر قدامنا واقع قبيح جدا واقع مؤلم يوم الاحد قدامي خلانا نبص ما نقولش الجمل اللي هي بتاعت قنبلة موقوتة ممكن تنفجر لا في فعلا حصل قنبلة انفجرت في الشعب المصري كله خلت الناس كلها بيتة حزينة وزعلانة على حال الوطن وحالة من حالات التخوف والقلق الشديد على بكرة هيبقى عامل ازاي اه في فتنة طائفية مش لازم ندفن راسنا في الرمل كفاية بقى بس ازاي ان بنتعامل معاها وايه مادة الفتنة اللي موجود ده اللي حميم بناكتشفه يوم ورد تاني نظام السابق قدر يعمل فتنة طائفية وارد خصبة جدا سهل جدا اي حد يروح رامي فيها عود كبريت الدنيا كلها تولع اه المسلمين متهدين واه المسيحين متهدين على مدار التلاتين سنة اللي فاتوا ولكن واضح جدا انه التهاد اللي كان بيمارس ضد الاقباط نوع مختلف ونوع العامة ما كانوش بياخدوا بالهم منه النهاردة هنكمل كلامنا او بنستكمل طبعا تبعات احداث ماسفيرو مبارح بالليل مبارح الصبح انا اسفى مبارح الدهر يعني المجلس العقوات المسلحة عمل مؤتمر صحفي قال فيه كلام كتير خلونا نتكلم عنه ونتكلم عن ما بعد احداث ماسفيرو ونحن دخلنا على الانتخابات نشوف ايه لا يحصل بشرفنا يكون معنا استاذ حسام بهجت هو المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحوال الشخصية نهارك سعيدة فن نعارك سعيد خلونا نبتدي من مبارح على طول المؤتمر الصحفي اللي عمل مجلس القوات المسلحة وطلع فيه يعني نتيجة الدراسات والابحاث والليجان اللي اتعملت خلال كم يوم اللي فاته تعليقك ايه ما بين السلبيات والاجبيات اللي اعلنت في المؤتمر الصحفي انا الحقيقة كنت حاسس قبل ما يبدأ المؤتمر الصحفي انه هيكون له يعني دور كبير في انه يرد على كتير من التساؤلات المثارة بس الاهم من التساؤلات المثارة حيث ان التساؤلات الاجابة عليها هو دور الجهات التحقيق المتعددة اللي تم يعني احالة الموضوع اليها كنا منتظرين رسالة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوصفه هو الحاكم الان للبلاد رسالة للشعب للشعب بكل طوايف وطبعا تعالج الشأ الكبير اللي تعرضنا له يوم الحد بسبب اللي حصل وبسبب تغطية الاعلام الرسمي له وبسبب انه الناس شافته على التلفزيونات وبسبب المزاج الشعبي في الايام التالية في الحقيقة المؤتمر ما حقق لناش اي حاجة من اللي كنا نتمنى يعني كان ممكن ببساطة وبحكمة تحقيق مصلحة للقوات المسلحة اولا وللجيش لو كان خرج علينا قادة المجلس العسكري برسالة فيها اولا شوية حزن على ان في ناس كتير تقتلت شوية نبرة اعتذار على ان في اخطاء وقعت ووعود بان المسؤولين عن الاخطاء دي سيتم التحقيق معهم ومحاسبتهم في المقابل اللي سمعناه كان فيه حقيقة نبرة تحدي اكتر منه حزن واكتر منه اعتذار ما سمعناش اعتذار على الاطلاق وسمعنا رسايا الاساسية بتقول احنا الجيش ما كانش مسلح كان واقف قدام اسبيرو بيحميه وهو اعزل من السلاح ما حصلش دهس للمتظاهرين ولو حصل دهس احنا اللي لازم نقدر الحالة العاطفية والنفسية لقائد المدرعة المجنزرة اللي بتدوس فوق المواطنين العزل جهة تالتة ما نعرفش هي مين هي اللي ورا الاحداث وهي اللي اطلقت النار وخلافه وبنحيي التلفزيون الرسمي على تغطيته للأحداث ده الرسالة اللي سمعناها واحنا كمان عندنا قتلة وجرحة لكن مش هنقول اي معلومات ولا هنقول هم مين ولا هنقول اعدادهم ولا اي حاجة فطبعا الحقيقة كلنا خرجنا من المؤتمر الصحفي وحتى زملائنا من الصحفيين اللي حضروا المؤتمر الصحفي يعني الحقيقة في حالة اسوأ يعني كنا نتمنى لو لم يعقد المؤتمر الصحفي على الاطلاق لانه المشكلة مش بس ان هو ما جاوبش على تساؤلاتنا هو بيبعت رسالة للضحايا بانه هم مش مفروض ينتظروا انهم ياخدوا حقهم مش مفروض ينتظروا نتائج التحقيقات لانه لو من بداية التحقيقات المجلس العسكري بيقول من بداية التحقيقات ولا كان معنا سلاح ولا دوسنا متظاهرين ولا الاعلام غلط وانتوا اللي غلطانين وانتوا اللي هاجمتونا ومش حنقدم معلومات عن الإصابات والقتلة يبقى ما فيش معنى للجنة تقصي حقائق بقى عاملها وزارة من الوزارات ولا المجلس القومي لحقوق الإنسان لا سيما انه كمان الشيء يعني المؤسف في تطور التاليل ده انه كل البلاغات اللي قدموها أسر الشهداء اللي تقتل يوم الحد والمصابين للنيابة العامة نيابة العامة غسرت إدها من الموضوع واحالت الملف كله للقضاء العسكري فالآن أصبح أنه هيئة القضاء العسكري إدارة القضاء العسكري هي اللي هتحقق في البلاغات المقدمة ضد الشرطة العسكرية وضد عناصر القوات المسلحة اللي تورطت في قتل وإصابة الناس في أحداث ما سبيرو فبالتالي ولا النيابة هتحقق ولا المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة العدل هيكون عندهم أي سلطة أن هم مثلا يستدعوا القائد المسؤول عن تأمين ما سبيرو اللي سمع شهدته أو يطلبوا دفاتر التحركات اللي بتوري شكل التسليح اللي كانوا ياخدينه الناس يعني هتكون تحقيقات مع الأسف مش هتقدي لظهور الحقيقة من ناحية تانية الرسالة اللي بيبعتها المؤتمر الصحفي للمسلمين إمبارح هي إيه؟ إيه؟ إنه إحنا ما غلطناش في حاجة كمسلمين ولا إحنا غلطنا في حاجة كجيش وإحنا كنا جيش أعزل هجموا عليه متظاهرين ستلاف متظاهر وبالتالي وبالتالي متظاهرين أكبرك يعني طبعا هو الرواية برضو الغريبة اللي سمعناها إمبارح لأول مرة إحنا بقلنا أربعة أيام بنجمع شهدات شهود عيان وبنجمع روايات من المصابين في المستشفيات وخلافه ما سمعناش أبدا الرواية اللي سمعناها إمبارح بتاع أنه كان فيه مسيرة سلمية جاية من شبرة وبعدين مسيرة تانية ما نعرفش هي مين ستة لاف واحد نزلت من على كبري أكتوبر ضربت كل الناس دي أول مرة نسمعها إمبارح في المؤتمر يعني إحنا زمايلنا كانوا في المسيرة أو وصلوا بعد بداية الاشتباكات بوقت قليل وأنا بنفسي وصلت بعد ما خلصت عملية الدهس وضرب النار بوقت قليل خالص وحضرت ما شفتش الستة لاف واحد دول جوم واختفوا إمتى يعني والستة لاف واحد ده رقم مش صغير ونزلين من على كبري أكتوبر يعني أكيد كان حد هيشوفهم الستة لاف واحد دول فمع الأسف في وقت إحنا فيه يعني أنا أكتر حاجة عمليلي رعب إنه زي ما حضرتك بتقولي بقالنا سنين بنقول فيه قنبلة موقودة حتنفجر كويس كان ممكن يوم الحد ده يعدي على إنه حصلت فيه جريمة بشع ارتكبت فيه أخطاء يلا نحاسب المخطئين عن الجريمة دي مع الأسف الرواية الرسمية حتى مش مقدمة النوع ده من الترضيع لمشاعر أسر الضحايا والمصابين مقدمة رواية تانية بتقول إنه المسيحيين غلطانين والحق يا مسلمين ده المسيحيين هجموا على جيش مصر الرواية اللي طلعت لنا برح في المؤتمر الصحفي بترسخ الشعور ده وده لا يمكن يكون له أي نتيجة غير إنه يعمق أكتر من الهوة اللي تفتحت على مصر عايها يوم الحد اللي فات بين المسلمين واللقباط ومن شعور اللقباط بالاغتراب وشعور اللقباط بإنه هم مواطنين درجة تانية وإنه هم مش هياخدوا حقهم أبدا في النحية التانية مبارح المؤتمر كمان عرض بعض الصور اللي بتدافع عن الجيش اللي كان موجود أمام سبيرو وفيها إنه فعليا فيه أحد الجنود كان بتضرب من قبل المتظاهرين فعليا وإنه وشايفين مدرعة بتخبط في اتنين مدرعات تانين وبتفعص حد في أوتوبيس يعني برضو الحاجات دي بتدعم الكلام اللي بيقوله المجد نريد تعليقك على برضو الصور اللي عرضت يعني داخل المؤتمر طمام أنا عندي تعليقين في الموضوع الأول إنه مفيش أي وقت من الأوقات إحنا فيه سواء شهادتنا إحنا كشهود عيان أو روايات شهود العيان اللي جمعناها نفت إنه حصل اعتداءات من المتظاهرين وكانت في فترة ما اشتباكات متبادلة محدش نفدة حتى الآن الرواية الأقرب إلى الصحة من واقع الشهادات اللي جمعناها على مدى الأربع تيام اللي فاتوا هي إنه كان فيه مسيرة سلمية وصلت قدام ما سبيرو لما وصلت قدام ما سبيرو الأعداد واضح إنها كانت مفاجأة للجميع حتى الناس اللي نظموا المسيرة نفسهم المصري اليوم الصحفية لأن المصري اليوم اللي شاركت في المسيرة قالت إنه أنا شفت نفس الأعداد اللي شفتها يوم 28 يناير ماشية في اتجاه مدان التحرير تخيل لي حدتك حاجة بالضخار لما وصلت قدام ما سبيرو حصل توتر كبير فعلا من طرف غالبا فرقة الشرطة العسكرية المسؤولة عن تأمين المبنى ربما تخوفوا إنه هم هيقتحموا مبنى اتحاد الإزاع والتلفزيون أو تخوفوا إنه مع أعداد زي دي يعني يستحيل فضها يعني مش هينفع عنه فضها فابتدوا في الأول في استخدام العنف المعتاد اللي بنشوفه والعصيون اللي هو كان حصل مع نفس المجموعة دي من ثلاثة أيام اللي بيها أن هم طلعين بعد ثلاثة أيام يحتاجوا أولا على اللي حصل في هدم كنيسة أسوان وسانيا على فضي اعتصامهم بالقوة من ثلاثة أيام أو تظاهرتهم بالقوة من ثلاثة أيام لما بدأ الضرب ده المجموعة المتظاهرين دول ما كانوش مستعدين يتضربوا تاني بعد ثلاثة أيام فابتدوا يرموا طوب ابتدى رمي الطوب أدى ده إلى بداية الدهس بداية كل مشاهر الدهس اللي شفناها على تلفزيون الدولة مع أنه الكابشن كان بيقول أنه المتظاهرين بيضربوا نار لكن كنا شايفين على الشاشة الصورة غير الفونت آه كنا شايفين على التلفزيون المدرعات بتدوس الناس لما المتظاهرين شافوا زميلهم بيطفعسوا تحت عجلات المدرعات هجموا على المدرعات وشفنا في الوقت ده مشاهد وهم بيطلعوا عساكر وبيضربوهم أو بيعتدوا على عساكر كانوا على رجليهم وشفنا في الوقت ده مش هتحرق اتنين مدرعتين من مدرعات الجيش وأنا بقول في الأغلب أنا مش جهة تحقيق رسمية لكن في الأغلب مدرعتين الجيش هتحرقوا على قدين المتظاهرين فإحنا ما بننفيش أبدا أنه ده حصل لكن الشيء المزهل بقى أنه وقتها ابترى ضرب النار كويس وده حاجة تانية بتضعف جدا جدا من الرواية الرسمية اللي بتقول أنه سواء كان الأسلحة دي كانت مع المتظاهرين من بداية المظاهرة لأنهما ما استخدموهاش وهم بيخرجوا من شبراء لما اعتدى عليهم بعض الأهالي ولا في البداية اتعرضوا للضرب ولا حتى لما اتعرضوا للدهس كويس استخدموها في الآخر جدا وبتنفي برضا رواية رسمية اللي بتقول أنه كان فيه 6000 واحد معهم أسلحة موجودين لأنه الناس الموجودة دي استنت ليه كل الساعات دي عشان تبتلي تستخدموا الأسلحة هل يمكن الناس دي ظهرت متأخر شوية مثلا أو الناس ببعض العناصر المندسة لا يمكن حاجة تجبنا عن الأسئلة دي فعلا إلا تحقيق مستقل حيبصلنا على المقذوفات بتاعة الرصاص اللي انضرب والرصاص المستخرج من جسس الشهداء ويقول لنا الرصاص ده جاي من أنهي أسلحة علشان نعمل ده لازم نطبقه على الأسلحة الرسمية علشان ده يحصل لازم تكون هيئة التحقيق عندها السلطة دي أكتر حاجة قلقاني في الموضوع أنه الجيش بيقول أنه يا إما إحنا هنقول لكم الحقيقة فبالتالي مش محتاجين التحقيق يا إما هيكون الجيش هو الخصم والحكم إحنا الأول مرة دلوقتي بنقول أنه يعني الشرطة العسكرية هي المتهم الرئيسي فحاجة بقى ماينفعش السقوط عليها زي ما سكتنا على اتهامات العناصر من الشرطة العسكرية كتيرة من شهر مارس من شهر يناير الحقيقة اللي فات ولا مرة حد من الشرطة العسكرية تم توجيه اتهام له في أي حاجة من الانتهاكات دلوقتي مثبتة ومتصورة من أول فحوصات العذرية لاقتحام ملاكس حقوق إنسان ليه تعزيب متظاهرين كل الحاجات دي ما شفناش حد من الشرطة العسكرية ولا سمعنا على حد وحيل للقضاء حتى عسكري مش هقول لمحكمة عادية يعني علشان يحسب عليها المرة دي مش هينفع يحصل ده زي كل مرة لإنه الصور ناطقة والعدد القتلى غير مسبوق يعني إحنا كنا لغاية الأسبوع اللي فات لغاية يوم الحد بنتكلم دايما عن إنه أسوأ مدبحة حصلت في تاريخ العنف ضد الأقباض كانت في الكشح في 2001 وكان مات فيها عشرين مسيحي المرة دي إحنا بنتكلم عن عدد أكبر من ده مات في وقت أقلب كتير جدا ومات على التلفزيون قدام عينينا شفناه في وقت كان فيه تلفزيون الدولة وقطاع الأخبار بيكذب على الناس وبيلوي عنق الحقيقة الموجودة وبيحرد الناس على النزول وفي وقت كمان تطلع فيه بعد كده رواية رسمية ما تقولش حتى إحنا متأسفين يا جماعة فأنا الآن جدا من المرة دي إنه لو التحقيق اتقفل المرة دي أو التحقيق أعفى كل الأطراف من المسئولية هيفضل شرخ أعمق بكتير من الشرخ اللي موجود عندنا من وقت أحدث الكشف نعم خليني أقول يعني قبل ما نضم لنا صحفي الأستاذ خالد البلشي وناخد فصل بس يعني إنه الناس بدأت تتظاهر أمام ماسفيرو أصلا الفكرة جات منين ماسفيرو كموقع من أيام ما كانت الناس عند مدان التحرير وكان ماسفيرو وكان التلفزيون الرسمي بيصور الفراغ اللي قدام ماسفيرو وقالك ما فيش حد في مدان التحرير فلما الناس تروح قدام ماسفيرو وبيتقال كلام تاني ده برضو علامة استفهم مش مفهوم الأوامر بتيجي منين ساعتها بصراحة ولا مين اللي بيحرك الأشياء مفهوم طبعا يعني عند بعض الناس مش مفهوم أستاذ حسان بهاجة هنكمل كلامنا مع حدثك وسخينا نطلع لفاصل ونضملنا بعد الفاصل الصحفي الأستاذ خالد البلشي